إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سادرين ترجمة نانسي قنقر وكان له أحد عشر أخا أصغرهم سنا هو بن يمين يليه يوسف ثم بقية الإخوة وفي يوم من الأيام بينما كان يوسف عليه السلام في المنام إذ به يرى رؤيا عجيبة لما استيقظ ذهب إلى أبيه يعقوب وقال له يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين فلما سمع أبه هذه الرؤيا علم أن معناها عظيم وأن يوسف سيكون له شأن رفيع لذلك خاف عليه من أن يذكر هذه الرؤيا لإخوته فيحسدوه فقال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيده إن الشيطان للإنسان عدو مبين وهو يعلم أن إخوته إذ سمعوا بهذه الرؤيا فإنهم سيكيدون له لأنهم كانوا يرون أن أباهم يقرب إليه يوسف ويحبه أكثر منهم لذلك قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أي كيف يفضل هذين علينا ونحن عشرة وهم إثنان فكانوا يريدون أن يحبهم أبوهم كما يحب أخويهم ولذلك قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين أساءوا الأدب مع أبيهم واحتاروا فيما يفعلونه فوسوس لهم الشيطان فقال أحدهم اقتلوا يوسف وقال الآخر لا بل اطرحوه أرضا أي خذوه إلى مكان بعيد حتى لا يرجع منه وذلك حتى يخلوا لهم أبوهم فيحبهم فقال لهم الآخر لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب أي جعلوه في بئر وتركوه فيه حتى إذا جاء المرة ليشربوا الماء التقطوه وأخذوه معهم وهكذا لا نقتل أخانا ويخل لنا وجه أبينا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف بمعنى أتخاف عليه منا ونحن إخوته ونحب أن نلعب معه ولن نغفل عنه أبدا فخاف عليه يعقوب عليه السلام وأحس بالمكر والخديعة من كلامهم فقال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب فطمأنوه بأنهم عشرة فأرسله يعقوب معهم ولما وصلوا إلى البئر ألقوه هناك وكان وسطها صخرة وقف عليها ثم ألهمه الله بأنه سينجو ويخرج من هذه البئر وسوف ينبئهم بما فعلوا معه بعد سنين ثم إن إخوة يوسف عليه السلام فكروا فيما سيقولونه لأبيهم عند رجوعهم فأخذوا ولد شات ذبحوه ثم لطخوا بدمه قميص يوسف وعادوا في المساء إلى أبيهم وكانوا يبكون أمامه ليصدقهم ثم زعموا قائلين إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وجاءوا بقميص يوسف الذي لطخوه بالدم ليبين له أنهم صادقون ولكنه علم أن الشيطان وسوس لهم فقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فما كان من الأبي الحزين إلا أن قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون أما يوسف عليه السلام فإنه مكث في البئر فوق تلك الصخرة إلى أن مر من ذلك المكان مجموعة من الناس فأرسلوا عاملهم كي يأتيهم بالماء من تلك البئر المعروفة في ذلك المكان وعندما أدلى بدلوه فإذا به يجدوا أن في أسفل البئر غلاما صغيرا ففرح بذلك وقال يا بشر هذا غلام وأخذوه خفية ووضعوه مع البضاعة حتى لا يعلم حاله أحد فلما وصلوا إلى مصر قاموا ببيعه بثمن قليل وكان الذي اشتراه هو العزيز الذي كان أمينا على المال ومن أعظم الناس وجاهة وأكبرهم منزلة بعد الملك أخذه إلى قصره وقال لزوجته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا لأنه لم يكن له أولاد تربى يوسف عليه السلام في قصر العزيز وهو مكرم معزز يقوم بأعباء القصر وما يحتاجه أهله وبعدما كان عبدا اشتراه عزيز مصر إذ به يصبح مكرما حيث قال الله تعالى فيه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ومما أعطاه الله لنبيه أيضا أنه علمه تأويل الأحلام وكان الذي في القصر من الخدم والخادمات إذ رأوا رؤيا ذكروها ليوسف عليه السلام ففسرها لهم وتقع كما فسرها هو بالضبط وعندما بلغ أشده آته الله علما وحكما مع الجمال الباهر إذ أن الله سبحانه قسم الجمال قسمين قسم أعطاه للناس وقسم آخر أعطاه ليوسف عليه السلام ومع ذلك فقد كان عفيفا نزيها كريما من المحسنين وعندما اكتملت رجولته أحبته امرأة العزيز حبا عظيما وأرادت به السوء حتى إنها أغلقت عليه الأبواب لتتمكن منه فهي تريد منه الفاحشة لكن الله سبحانه نجه منها لأنه من الأنبياء المعصومين المكرمين ولما هرب منها ليخرج من البيت إذ به يجد العزيز أمام الباب وقد رأى المشهد أمام عينيه عند ذلك قالت زوجة العزيز ما جزاو من أراد بأهلك سوءا إلا أن يزين أو عذاب أليم فاتهمت يوسف عليه السلام بأنه هو الذي أراد بها السوء ودافع يوسف عن نفسه بأنها هي التي أرادت به السوء وكان مع العزيز رجل من عائلة زوجته حكم بينهما بالحق فقال إن كان قميصه قد مزق من قبل أي من الأمام فصدقت أما إذا كان قميص يوسف عليه السلام مزق من الخلف فكذبت وهو من الصادقين ولما رأوا أن القميص قد قطع من الخلف علموا أن امرأة العزيز هي التي أرادت بيوسف السوء وليس هوه فقال العزيز إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم ثم أمر يوسف أن يكتم هذا فقال يوسف أعرض عن هذا ولكن هذا السر أصبح غير مكتوم فالناس في المدينة أخذوا يتحدثون بذلك وبدأت نساء الأمراء وبنات الكبراء يطعن في امرأة العزيز والتشنيع عليها وقلن فيها امرأة العزيز تريد بعبدها الفاحش والسوء وأكثرنا الكلام في هذا الشأن ولو كان الذي أرادته مع أحد الكبراء لهان الأمر ولكنه مع العبيد وهن لا يعرفن من جمال يوسف عليه السلام شيئا فلما وصل إلى زوجة العزيز ما تقوله هؤلاء النسوة أحبت أن تبعد الكذب عن نفسها فقامت بدعوتهن إلى وليمة وأعدت لذلك موعدا وحضرت أنواع من المأكلات والمشروبات اللذيذة وجعلت لكل واحدة من هؤلاء المدعوات متكأ تتكئ عليه ولما حضرنا إلى مجلس زوجة العزيز تبادلنا التحية وأكلنا الطعام الشهي وعندئذ أعطت كل واحدة منهن سكينا وتفاحة ولما أخذنا في تقطيع التفاح أمرت يوسف أن يخرج عليهن في ثياب فاخرة وحينما رأت النسوة جمال يوسف عليه السلام إذ بهن يقطعن أيديهن بالسكاكين وهن لا يشعرن بالألم وقلن كلهن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فهنالك قالت لهن امرأة العزيز فذلك الذي لم تنني فيه وكأنها تعذر نفسها من حبها له وقالت لهن أنها أرادت به سوء فاستعصم وأباه وما زلت الآن أريد به السوء ولئن لم يفعل ما أمره به ليزجنن ولا يكونن من الصاغرين فليس ليوسف عليه السلام خيار إما أن يطبق ما تأمره به وإما أن يزجن فيكون بذلك صاغرا ذليلا بعد العز وأما النسوة فقد أحبت كل واحدة منهن أن تملكه حتى قلن له افعل ما تأمرك به سيدتك حتى تنجو من السجن لكن يوسف عليه السلام أدرك أنه لا ملجأ له إلا أن يدعو ربه ليوقذه بالسجن مما يراد له من سوء فقال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين لأن هؤلاء النسوة يريدن مني السوء وأنا لا أريده وما أن دخل السجن ودخل معه رجلان أعجبا به وبخصاله وفي ليلة من الليالي رأى هذان الرجلان في منامهما رؤيا أراد أن يعرفا معناها فقال أحدهما إني رأيت في المنام أني أعصر خمرا للملك وقال الآخر إني رأيت في المنام أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه فأخبرنا بتفسير هذين المنامين فقال يوسف أما الذي رأى أنه يعصر الخمرا فإنه سيكون خادم الملك وساقيه وأما الآخر فسيصلب على الألواح وتأتي الطير فتأكل من رأسه ثم قال يوسف عليه السلام للذي سيكون خادم الملك إذ التقيت به فاذكر قصتي له بأني دخلت السجن مظلوما وفي إحدى الليالي رأى الملك مناما أزعجه نادى أهل الحكمة والعلماء ليفسره له فقال إني رأيت سبع بقرات سيمان جاءت إليها سبع بقرات ضعيفات فأكلت هذه البقرات السمينة ورأيت سبع سنابل يابيسات يأكلهن سبع سنابل خضر فلما سمع القوم بهذا المنام قالوا له هذه أحلام مزعجة وليس لها تفسير وفي هذا الوقت تذكر خادم الملك الذي يسقيه بأن يوسف أوصاه أن يذكره عند الملك فقال له أنا أخبرك تفسير المنام أرسلني إلى يوسف عليه السلام الموجود في السجن فهو أعلم بتأول الأحلام ولما وصل إليه أخبره بالمنام ففسره له يوسف فقال له إنكم ستعيشون سبع سنوات يكون الزرع فيها كثيرا تتركونه في سنبوله ولا تستخرجونه لأنكم إذا استخرجتم الحبوب من السنابل فإنها تفسد ثم تأتي سبع سنوات أخرى جدباء لا زرع فيها فما تركتموه في السنوات التي كانت كثيرة الزرع تأكلونه في السنوات الجدباء فأمر الملك بإحضاره فورا فأبا يوسف عليه السلام أن يخرج من السجن حتى تظهر براءته للناس وبأنه كان مظلوما فقال لرسول الملك ارجع إلى سيدك وقل له اسأل عن النسوة التي أردن بي السوء وعن مرأة العزيز حصرا ولما أحضرهن الملك برأناه وقلنا حاش لله ما علمنا عنه من سوء كما برأته مرأة العزيز وبذلك علم الناس جميعا أنه بريء ولما خرج من السجن ورآه الملك وسمع الكلام الذي فيه الحكم والعلم أحبه فكلفه بتسيير خزائن مصر لأنه ذو مكانة رفعة وأمين وكان الناس يحبونه لعدله ولما مرت السنوات السبع التي كان فيها الخير جاءت السنوات الشداد تماما كما أخبرهم بذلك يوسف عليه السلام وأخذ الناس يأتون إليه من كل أنحاء البلاد ليوزع عليهم القوت وكان ممن قصد يوسف عليه السلام من الناس إخوته ليشتروا القوت فلما رآهم عرفهم ولم يعرفوه ولما اشتروا منه ما أرادوا سألهم عن أسرتهم فأخبروه بأنهم إثنى عشر ولكن أحدهم مات صغيرا يعنون به أخاهم يوسف الذي يكلمهم الآن وقالوا إن الأخ الآخر هو الآن عند أبينا فقال لهم فاذهبوا بهذا القمح إلى أهاليكم وفي المرة المقبلة حين تجيئون أتوني بأخيكم الذي عند أبيكم وإن لم تأتون به فلن أعطيكم شيئا ألا ترون أني أوفيت لكم الكيل كالناس الآخرين فوعدوه أنهم سيحاولون إقناع أبيهم ليرسله معهم ولما عادوا إلى أهلهم حكوا لأبيهم ما جرى لهم بمصر ثم قالوا إن لم ترسل معنا أخانا بن يامين فإن العزيز لن يعطينا شيئا ولكن يعقوب عليه السلام لم يرد أن يبعث بابنه الصغير معهم وخاف عليه أن يفعلوا به كما فعلوا بأخيه عليه السلام من قبل ولكن تركه يذهب معهم بعد أن أقسموا له بالله أنهم يحفظونه ولولا الحاجة لما تركهم يأخذون أخاهم معهم خرجوا من بلدهم بالبادية وجاءوا إلى مصر ولما رآهم يوسف قرب إليه أخاه وقال له سرا إني أنا يوسف وأعلمه أنه سيبقيه عنده وسيدبر لهم حيلة حتى يتركه معه فقال يوسف للخادم اجعل المكيال الذي نكيل به في رحل بعير بن يامين ولما أراد إخوة يوسف الذهاب نادى منادي الملك بأمر من يوسف عليه السلام فقال أيها القوم إنكم لسارقون فقال إخوة يوسف للمنادي من الذي سرق منكم فقال إن مكيال الملك قد ضاع وسنبحث في أمتعتكم عنه لعل أحدكم قد سرقه فقال الإخوة لقد علمتم أننا ما جئنا إلا لأخذ القوت فقال المنادي فماذا لو وجدناه في متاع أحدكم فأجابوه فإن وجدتم المكيال عنده فخذوه ولما فتشوا الأمتعة وجدوا المكيال في متاع بن يمين فأمسك يوسف عليه السلام أخاه قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين فأجابهم إننا لا نأخذ إلا من وجدنا عنده المكيال وعندها أبا أخوهم الأكبر أن يرجع معهم إلى أبيه لأنهم قد وعدوه بأنهم يأتوه بأخيهم معهم وقال لهم لن أترك هذه الأرض حتى يأذن لي أبي بالرجوع ولما عادوا إلى أبيهم أخبروه بأن بن يمين قد سرق مكيال الملك ولذلك حبسه العزيز عنده فقال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل ثم عاد ففكر بيوسف عليه السلام مرة أخرى ولقد بيضت عينه من كثرة بكائه عليه وأنبوه على ذلك وخاف عليه إن استمر الحزن أن يصبح مقعدا لا يستطيع الحركة فقال لهم إنما أشكو حزن إلى الله ثم أمرهم أن يذهبوا مرة أخرى إلى مصر ليبحثوا جيدا عن أخيهم يوسف لإحساسه بأنه ما زال حيا وقال لهم ابحثوا عنه ولا تيأسوا من ذلك إنه لا ييأس من رحمة الله المؤمنون فعاد إخوة يوسف إلى مصر ودخلوا على العزيز عليه السلام لعلهم يقنعونه بأن يرد إليهم أخاهم بن يمين فقالوا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا لك ببضاعة رديئة فاقبلها منا وأعطنا مكانها الطعام لنعود إلى أهلنا فلقد أصبنا بمضرة شديدة وعندئذ أراد يوسف عليه السلام أن يخبرهم بالحقيقة فقال هل علمتم ما فعلتم في يوسف لما طرحتموه في البئر قالوا إنك أنت يوسف فقال أنا يوسف وهذا أخي ولقد أكرمني الله سبحانه وأعزني وفضلني بعدما كنت ضعيفا لأن العبد إذا كان تقيا صابرا فإن الله لا يضيعه وسيكون معه ويفرج عنه وعندئذ ندموا على ما فعلوه ندم شديدا وخافوا أن لا يسامحهم أخوهم على ما فعلوه معه لما طرحوه في تلك البئر وغيبوه على أبيهم طوال هذه المدة فقالوا لأخيهم إن الله قد فضلك علينا فقال يوسف مطمئنا لهم لا تحزنوا على ما مضى اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ثم دعا لهم بالمغفرة والرحمة وأعطى لهم قميصه وقال لهم اذهبوا بقميص هذا وضعه على وجه أبيه فإنه سيعود بصيرا كما كان بإذن الله فذهبوا بالقميص إلى أبيهم وقبل أن يصلوا إليه أحس برائحة يوسف فقال يعقوب لمن حوله إني لأجد ريح يوسف ولكني أعلم أنكم ستقولون إنك كبرت وخريفت فقالوا والله إنك لفي ضلال مبين أما زلت تذكر يوسف بعد كل هذه المدة لكن يعقوب عليه السلام أحس إحساسا شديدا برائحة يوسف فلما وصل أبناؤه وهم الأصباط إلى أبيهم ألقوا على وجهه قميص يوسف عليه السلام وإذ به يعود بصيرا كما كان وحينها قالوا لأبيهم يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ثم إن يعقوب وأبناءه وأم يوسف ذهبوا كلهم إلى يوسف بمصر ولما دخلوا عليه القصر ضم أبويه حبا وشوقا وأجلسهما أمامه على الكرسي ثم إن أبويه وإخوته الأصباط سجدوا له سجود تكريم وكان ذلك جائزا في دينهم حينها ولما قاموا من سجودهم قال يوسف لأبيه يا أبتي هذا تأويل المنام الذي رأيته لما كنت صغيرا فلقد جعل ربي رؤياي حقا وهذا الذي جرى بيني وبين إخوتي إنما هو من الشيطان الرجيم الذي أغوى إخوتي وإني دعوت الله أن يعفو عنهم ثم حمد يوسف عليه السلام الله على ما أنعم به عليه وسأله أن يميته على الإسلام وأن يجعله من عباده الصالحين وأما عندما قرب أجل يعقوب عليه السلام فإنه دعا أبناءه واحدا بعد الآخر ليوصيهم وصية الوداع فقال لهم ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وماتوا كلهم على الإسلام وأوصى يوسف عليه السلام أبناءه وأبناء إخوانه ألا يتركوا جثته مدفونة بمصر إذ خرجوا منها ولكنهم لم يستطيعوا إخراجها لأنهم بقوا فيها إلى زمن موسى عليه السلام الذي خرج مع بني إسرائيل منها فحمل جثة يوسف عليه السلام معه ودفنوه خارج مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر